اشتركوا في القناة 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 وبدوا يتوب وبدوا يستغفر وبدوا يروح عمره وبدوا مش عارف ايش وهالام الاهم انا لما راجعت حساباتي بس عشان اتأكد من المعلومة اطلعت مخربط برقم بعشرية واحدة يعني جزء درجة واحدة بالحساب ومش بغباء مني لا لانه ربنا ما اراد انه اتطلع على الوقت لانه علم الله فهمتوا علي انت شو المسألة علم الله خاص في الله الحياة والموت والرزق والزواج من الرزق والأمور هاي كلها من الرزق فأجيت أنا استخطيت نفسي واستغفرت ربي وتبت لله عز وجل فيه من هذه المسألة اللي أنا دخلت فيها لأني دخلت في باب مش من صلاحياتي أني أنا أدخله وفي نفس اللحظة أنا أخدت على نفسي عهد أني أنا ما أدخل في هذا الباب مرة ثانية فاللي بيجي بيقول لك أنا بسهولة لا حسبتلك إياه أنت بتعيشش غير ثلاثين سنة أو بتعيشش غير خمسة وعشرين سنة أو مش عارف إيش الأعمار بتصلوا للأربعين وبعدين تمرضوا وبعدين بتموتوا هذا كذاب بصور ماية عيني أنا أعطيكو إياها وأنا لو إجيت أنا حسبتلكو إياه وحكيتلكو هذا الكلام أنا بدي أكون كذاب بصور ماية برضو لأنه هاي أشياء من الأشياء المحرم أنك أنت تدخل فيها ممنوع تدخل لها ممنوع تخوض فيها فاللي بيجي بيسمع هذا الكلام أو بيجي دجال أو بيجي كذاب أو بيجي صور ماية ما تردوا عليه ما تسمعوا منه ما تتعشموا وتدخلوا في حالة نفسية أو تكتأبوا من وراء هذا الموضوع الأسماء والحسابات وطريقة الحسابات شغلة مش سهلة وخصوصا إذا دخلت في هاي الأبواب إحنا قاعدين منعطيكو العلم البسيط اللي الإنسان يستفيد منه يتعلمه يحاول إنه يستغني عني أنا شخصيا ويستغني عن كل علماء الفلك يصبح عنده دراية بالحسابات يستخرج لحاله الأشياء اللي بتفيده ويستفيد منها مش إني أنا بدي أجي أرعبك عشان أنا أستفيد منك مية ميتين خمس مية ألف في ناس بتطلب بالآلاف يعني ما برضى إنه ييجي يقول لك والله ميت دولار أنا بدي ميتين دولار منك لا 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 بضرب لك بالألفين وثلاث تلاف وخمس تلاف ومش عارف إيش واليوم أنا تعرضت لموقف إجا تليفون التليفون هذا رقم من إفريقيا برد على التليفون بقول لي السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام فإلا الشخص بقول لي أنا حلمت فيك الليلة وبالحلم أنا شفت سحر وإنك أنت مصحور ومش عارف إيش وبدأ فكر لك إياه وبدأ أعمال لك إياه وأشهد الله وأقسم بالله هذا أسلوب من أساليب النصب المنتشرة برضو واللي صاروا الناس يدخلوا من هذا الباب ويدخلوا من باب التليفونات ومن باب الرسائل وإحلمت فيك ورؤية وأنا رجل صالح وأنا تقي وأنا مش عارف إيش كل هذا بتكوا تحذروا منه ما تعلقوا فيه ما تفكروا فيه خليك أنت في الأشياء اللي فيها نصائح زي اللي أنا بعطيك إياها مش شرط أخذها مني مش أنا بزكي نفسي على أني أعلم الناس في ناس لسه أعلم مني وأنا لسه بتعلم ولكن خليك بالأشياء اللي فيها تحذيرات اللي بتقول لك اليوم تعصبش اليوم البس اليوم ممتاز إليك للمناقشات اليوم للتجارة يعني بعطيك تحذيرات تفيدك في حياتك العملية المادية بأمانك بالأشياء هاي هاي اللي أخذ فيها عما باقي الأمور هاي اللي بتدخلك في متاهة الزواج والرزق والحياة والموت والمش عارف إيش خطيتك في رقبتي أوعى 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 تدخل في هذا الموضوع هذا الموضوع بيستنزفك حياة ونفس وعلم ومصاري وراحت بال وناس اتطلقت من ورا هاي المواضيع ناس عملت فصل في حياتها ما بينه وبين إخوانها من ورا هاي المواضيع من ورا هذول الدجالين إنه هذا أخوك أنا شايف إنه واحد أول حرف من اسمه هيك هو اللي عمل لك السحر وهات مشكلة ودخلة العيلة في العيلة وسلامتك وتعيش وخلينا نروع على توقعتنا اليومية طبعا توقعتنا اليوم ليوم الأربعاء 17-6 القمر استقر في برج الثور في منزلة الدبران منزلة الدبران سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها اكمل الأمور الروتينية اللي أنتوا بتعملوها ولكن الأمور المهمة حاولوا أنكوا تأجلوها لحديث ما ينتقل من منزلة الدبران بيكون أفضل طبعا مكوث القمر لما بيكون موجود في الثور نشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق يعني فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا طبعا في عنا زاويتين اليوم زاويتين فلكيات الزاوية الأولى اقتران إيجابية والزاوية الثانية تسديس إيجابية خلينا مع الزاوية الأولى اقتران إيجابية بين القمر وأورانوس هاي رح تكون الساعة أربعة وخمسة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثلاثة ودقيقتين بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني في فترة بث حلقة يوم الغد ولكن حبيت أني أذكرها عشان تستفيدوا من هاي الزاوية ما قبلها طبعا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة لخلو المسار القادم خلو المسار القادم رح يكون يوم ثمنتعاش ستة رح يكون في تمام الساعة اتناعش وتسعة وأربعين دقيقة قبل العصر ورح يستمر حتى ساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة هو من الساعة اتناعش وتسعة وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش للساعة ثمانية وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لا برج الجوزاء فعشان هيك نذكره كيوم ولكن في الحلقة اللي أنا رح أعملها رح نذكره في يعني نص حلقة وفي الحلقة اليوم اللي وراه اللي هو يوم تسعة عشر منذكره نصف الثاني من قلو المسار عمر القمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم فيه تمام الساعة اتناعش منتصف الليل بصير نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج ممتزج القمر في الثور حتى ثمنتعش ستة المزاج ممتزج طبعا هو رح يكون برضو نذكره يوم تسعة عشر مزاجه ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتعش ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بيرجع من الدلو للجدي مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة بعدين بيبدأ بعملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على مزانيتكم بتعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ بما أن القمر موجود في البيت الثاني زي ما حكينا معناته بركز على الأمور المالية أكثر بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء يعني تقريبا نقدر نحكي أنها روتينية ولكنها إيجابية يعني روتينية وإيجابية مع بعض فعشان هيك بتشعر نوع من أنواع نفسية أحسن مرتاح عندك ثقة بنفسك عندك يعني التزامات حاب تنجزها خلال هذا اليوم ولكن أهم إشي بدك تدير بالك من العصبية بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرنا بالنسبة للبيت الثالث تقريبا الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بغلب على طبعك العصبية في بعض الأوقات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا على مستوى البيت يعني الأجواء هيدة شوي يعني بنقدر نحكي إنها روتينية لا هي إيجابية كثير ولا هي سلبية ولكن إنها بتحمل بعض المفاجآت اللي إلها علاقة في البيت إما إيجابية أو سلبية يعني ممكن إنك تهتم بأمور وتنجزها بشكل جيد وممكن يحدث بعض البلبلة أو الإطراب أو العصبية أو الحدية في الطباع أو خلاف ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي بشكل كبير خلال هذا اليوم طبعا بدك تدير بالك من التحسس من تصرف معين من الحبيب أو من أحد الأبناء ممكن إنه اليوم يعني يصير فيه نقاش أو خلاف أو حدية بالطباع بدك تمسك أعصابك ما تحاول إنك تكبر الأمور وتضخمها عشان تتجاوز الفترة الصعبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بتلاقي إنه اليوم عندك قدرة عالية لإنجاز بعض الأعمال والمهام وبرضو في نفس اللحظة بتلاقي إنه الأمور جيدة على المستوى الصحي صحيح إنه الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يحسوا ببعض التوعكات ولكن ما رح تكون ذات بال يعني مش مش إشي صعب أو خطير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة ممكن إنها تحمل لك بعض الحدية أو صدامات أو الخلاف البسيط ما بينك وبين الشريك أي ما بين الأزواج تحديدا أو شريك المال إذا كان لك شريك بالعمل مثلا فعشان هيك حاول إنك تمسك عصابك وما تكبر الأمور وما تخليها تكبر الزيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالمصارف أو البنوك أو إلها علاقة بالضريبة بالتأمين فهي بتدعمك بشكل جيد ولكن ممكن إنه يصير فيه بعض القلق على أحد الأحبة أو الأصدقاء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى البيت التاسع في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو المعاملات فهي كلها ممكن يظهر أي شيء اليوم يعني يسبب لك نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو يغير فيه مزاجك أهم شيء اللي عنده انتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة اليوم فممكن اليوم يصير لك إما لقاء أو تعاون مع بعض العلاقات العامة الأشخاص العلاقات الاجتماعية تدعمك في بعض المسائل فتقدر تنجز بعض الأمور اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين الأصدقاء فما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن ممكن اليوم يعني إما يكون فيه دعوة أو فيه اجتماع أو اتصال من صديق يكون مفاجئ أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فبتقدر تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة وبرضو بتتجاوز بعض المخاوف اللي بتتعلق في أمور الصحة برج الثور طبعا القمر موجود عندكم في بيتكم الأول فعشان يكثقتكم بأنفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء انكم تبادروا إلى خطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة أهم شيء يعني بصير فيه نوع من أنواع التشجيع أو بتتشجع لمواجهة في أثناء واقع بيكون صعب أو موضوع بيكون صعب أنك أنت تدخل فيه ولكن المرة هاي بتغامر وبتدخل فيه بيثقة كاملة بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماس بتنتصر على كثير من الاعتبارات أما بالنسبة للبيت الأول زي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي تقريبا يعني منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية لتحصيل بعض الأنوال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات ولكن بالمقابل بتكثر عليك الالتزامات أو القلق المادي أو بترتبك من بعض المصاريف أو من الوضع المادي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عند قدرة للإقناع عالية جدا خلال هذا اليوم وبرضو اللي عندهم امتحانات ممكن أن يدموا بشكل جيد أهم شيء أنه أنت أثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تكون حذر ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى البيت الرابع اللي هو بيت البيت فعشان هيك يحمل بعض الخلافات أو المشدات أو سوء التفاهم على مستوى البيت في منكو رح يعاني من بعض الأعطال أو أمور بتطلب بعض الالتزامات أو المصالحات على مستوى العائلة أو على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا في ساعات الظهر بتكون بأوجها يعني بيصير عندك رغبة من الظهر للعصر إما للتقرب للحبيب أو الاتصال معاه أو التفاهم معاه أو أنه بتحمل نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة بيكون فيه نوع من أنواع الضغط ممكن أنه يعني أعمال كثيرة أو أزمة عمل تكون عندك يعني زي نوع من أنواع العمل الكثير فعشان هيك ممكن تكون مرهق ما تقدر تنجز كل هاي الأعمال بسهولة وفي منكو رح يشعر ببعض التواعكات الصحية أو الاضطرابات المعوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي يعني شبه روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنه في بعض الأوقات ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الأزواج ممكن هاي تعمل يعني زي أنه مناقش لمشروع أو لخطة أو أنكو تترافقوا في مشوار مثلا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط ممكن التزامات كثيرة أو أمور إلها علاقة بالفواتير أو إلها علاقة بالبنوك والمصارف أو بالديون وحاول أنك تدير بالك على مقتنياتك من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم تعاني من بعض الضغط على مستوى الاتصالات الإبعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو أشياء إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أهم شيء اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العمل فعشان هيك تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ومنكم ممكن يشارك في ندوي أو مؤتمر أو محاضرة مثلا أو يناقش موضوع معين مهم والأشخاص التانيين ممكن أن يكون لهم بعض التعامل مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء يعني تقريبا روتينية فما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا مع أصدقائكم ومعارفكم بطريقة روتينية يعني بطبيعتكم وعلى حسب طبيعتكم تتعاملوا معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير لك بعض الاهتمامات بشؤون صحية زي زيارة مريض مثلا أو مستشفى لصرف بعض الأدوية اللي إلك أو نوع من أنواع المراجعات الطبية برج الجوزاء طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم عشان هيك الفترة هاي من الفترات الضاغطة عليكم بيكون اليوم هذا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما توقع على عقد ولا تبدأ بعمل جديد أي فترة فارغة من الحظ يعني حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شيء كي لا يخيب أملك تعتبر هاي الفترة بوجود القمر في بيت المتاعب من أسوأ أيام الشهر أما بالنسبة للبيت الأول رغم هذا الضغط اللي من بيت المتاعب ولكن بالبيت الأول بحدث بعض المفاجآت اليوم ممكن أنه نفسيتك تكون أحسن أو يصير فيه يعني بعض الأشياء اللي تحسن من مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية فمنكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو ديون مثلا بتحصلها أو أشياء العلاقة بالهبات أو المساعدات أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك وما في داعي للوسواس والحسابات الكثيرة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني روتينية على مستوى الحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات صحيح فيها بتعطيك إيجابية أنه أنت مقنع نشيط كثير خلال هذا اليوم ولكن أنه برضو بتسبب لك بعض السهوات فما في داعي أنك تندفع أو تتهور أثناء قيادة السيارة في منكم رح يكون له اهتمامات في أمور إلها علاقة بالتكنولوجيا أو بالاتصالات أو بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن ها يتحقق لك بعض الإنجازات الجيدة أو التقارب أو لقاء عائلي أو التواصل ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن الأعمال الروتينية زي الاهتمامات مثلا مشتريات تصوق تصليح بعض الأعطال المنزلية تظهر اليوم ولكن مش بالكثافة الكبيرة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني الأمور ممكن يكون فيها بعض الإيجابيات ولكن تقلب المزاج عندك بسبب بيت المتاعب ممكن يحدث بعض المشاكل يعني أنت تتصرف أشياء أو تتحسس من مواقف معينة من طرف الحبيب تخليك شوي تنزعج أو تشعر بنوع من أنواع التوتر ولكن الأجواء إيجابية إيجابية فعشان هيك ما تحاول أنك تخلي السلبية أنها تسيطر عليك ما في داعي للشك والتحليل والأمور أنك بدأك تعمل فيها محقق عشان أنت تتحقق من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحبيب وترك الأمور خلال اليوم هذا الأيام القادمة بتكشف لك كل الأشياء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها إيجابية فها بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح ينشط بشكل كبير لإنجاز بعض الأعمال الصعبة أهم إشي أنك تدير بالك في ساعات العصر يعني أنك تهتم بصحتك شوي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراك الأمور فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك وممكن بعض الاستفزازات اللي تسبب لك إياها يعني في حدية في الطباع حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تدخل بنقاشات حادة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة وخصوصا ما بين الأزواج وما تتحسس كثير من التصرفات أعطي أعذار يبل ما تحكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على المستوى المالي المشترك برضو بيحمل نوع من أنواع الضغط بسبب نوع من أنواع الإرباكات أو التقلبات المالية عندك ممكن يخلقك حساب أو مطالبة مالية أو خوف من الأيام القادمة أو ممكن أنه عليك يعني فواتير أو كومبيلات أو أجارات شوي بتأخذ مساحة كبيرة من تفكيرك وانت بتفكر فيها اليوم أهم إيش أنك مادة ينحد فلوس وفي نفس اللحظة دير بالك على مقتنياتك من النسيان أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيد اليوم يعني تنشط في بعض الاتصالات أو اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات ممكن يشغل فكره أو يتخوف من بعض المسائل اللي إلها علاقة في هاي الأمور أهم إيش أنه اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك دعوة لحضور مناسبة مثلاً أو مؤتمر أو محاضرة أو ندوة أو ممكن اجتماع يعني بيجمعك مع أشخاص مميزين وفي المقابل برضو بيحملك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فبتتعامل مع الأصدقاء بطبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية يعني بالروتين الطبيعي اللي أنت متعود عليه أما بالنسبة للبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج السرطان بتسعدوا من لقاء أصدقاء أو تعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شيء أنك ما تبقى وحيد ظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم من جهة ما مثلاً يعني تقريباً منقدر نحكي أنه الفلك بدل على نوع من أنواع التعاون أو لقاءات متبادلة يعني لقاءات وتعاون متبادل خلال فترة هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها إيجابية يعني نفسيتك أحسن اليوم في عندك رغبة للانطلاق في عندك رغبة للحركة صحيح أنه بدأ القسوف يأثر شوي الكسوف بلش يأثر شوي تراجع الكواكب بضغطك بشكل كبير وخصوصاً إنه وجود القمر وجود الشمس والكواكب والزهرة إنها بتراجع في بيت متاعبك فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع الارتباكات على المستوى البيت الشخصي ولكن اليوم برضو أنا شايف إنه ممكن تتجاوزها إذا شحنت حالك بطاقة إيجابية ممكن تتجاوز مرحلة الصعوبات أو الأفكار السوداء أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً ضاغطة على المستوى المالي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباكات اللي إلها علاقة إما بالمطالبات المالية أو أزمة مالية أو قلق من مسألة مالية يعني بنشط فكرك في هاي الأمور بشكل كبير أهم إشي إنك أنت ما تبذر وما تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب حاول إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الحركة والنشاطات والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية مقنع بشكل كبير خلال هذا اليوم أهم إشي إنك برضو تخفف من حدية عصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت رجعت ضغطك بشكل سلبي فهي بتطلع بعض الخلافات أو الحدية بالطباع أو التأفقف من الالتزامات أو الكثرة الأعباء أو المسئوليات عليه في منكو رح يدخل بنقاش حاد ما بينه بين أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة هذا الإشي يعني يحد من مزاجه أو يخلي عصبي شوي أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا متقلبي خلال هذا اليوم ما بين ممكن رغبة عاطفية أو تذكر قصص قديمة أو حبيب قديم أو يظهر حبيب قديم على الساحة أو تتذكر ألبومات أو ذكريات شوي ممكن أنها تزعجك في منكو ممكن يدخل بخلاف ما بينه وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم والمهمة وممكن برضو تهتم بشؤون صحية لها علاقة إما بمراجعة طبيب أو أدوية أو بعض الفحوصات الروتينية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو بتحمل نوع من أنواع المصالحة ولكن في ساعات ما بعد الظهر أو العصر تقريبا ممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع أو تدخل بخلاف ما بينك وبين الشريك والزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى الأموال المشتركة ممكن تنهمك ببعض المسائل أو المالية لها علاقة ببنوك أو ضريبة أو تأمين أو تحصيل بعض الأموال أو المطالب بأموال بتعود لك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو على مستوى التنقلات ولكن بدك تدير بالك أثناء قياة السيارة من التهور وفي نفس اللحظة ممكن يظهر اليوم بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالأوراق القانونية أو المعاملات برضو بدك تكون حذر لإلها وما تهملها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة شيئا ما هي روتينية ولكن إنه فيها بعض الإيجابية لإنجاز بعض الأعمال إنه ما بتتراكم عندك الأعمال بتقدر تنجزها بقوة خلال هذا اليوم وبرضو بيكون لك نوع من أنواع التعامل الإيجابي ما بين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على إنجاز الأعمال وبرضو على المستوى الصحي فعشان هيك الاهتمامات جيدة وممكن اليوم تقوم بعيادة أو زيارة مريض برج الأسد يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش إنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكن فترة مهمة ما تسمح للعواطف بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا على المستوى النفس اليوم متقلب إما إنك حيران أو منزعج أو عندك كثير من الأمور اللي محيريتك ممكن الأفكار هاي شوي ترهقك ممكن تنزعج من بعض الأمور أو تحب إنك تمشي اليوم هذا روتيني بالمطلق أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فبتحمل بعض الفرص المالية اللي بتجيك إما نوع من أنواع العمل الإضافي بتحصل منه أموال أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي إنك تركز بشكل جيد على مستوى المصاريف ما تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء ضاغطة على مستوى أمور التنقلات والاتصالات والحوارات ممكن تكثر عندك اليوم وتنزعج من كثرتها ممكن ما تقدر تنجزها بالكامل أو يصير عندك خربطة من عدم التركيز بدك تركز بشكل جيد وما تسمح لهذه السلبيات أنها تسيطر عليك أثناء القيادة بدك تركز برضو بشكل جيد ما تتهور وركز عساس ما يصير معك حوادث أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيدة ولكن من ساعات الصباح تقريبا بصير موضوع مقلق له علاقة في البيت إما قلق على أحد أفراد العائلة أو أنه بكون كثر الضغوط أو أشياء لها علاقة بخلافات أو نقاشات ممكن أنها تستفزك أو يعني شوي هيك تخلي مزاجك مش بالمكان المناسب ممكن كثرة الأعباء والضغوط أو المسئوليات المنزلية هي اللي تسبب لك هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة أو التواصل معاهم أو ممكن الاهتمام فيهم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع أحد الأبناء بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الأمور الرقابية زي مراقبة الصحة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو بيحمل نوع من أنواع القلق ممكن القلق على الشريك أو بيحمل نوع من أنواع حزن أو زحل أو عتب أو أشياء بتخلي مزاجك شوي يفكر بالشريك بشكل كبير ممكن من خلاف ممكن من ردات فعل ما هي الشريك شريك المال أو شريك الزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك بتتعامل على طبيعتك على مستوى الأمور اللي بتطلب جهد فكري حسابي زي أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بالضريبة بالتأمين بالمواريث كلها روتينية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو القلق على مستوى اتصالات بعيدة أو تواصل ممكن على شخص خارج البلاد أو ممكن اتصال من خارج البلاد يستفزك أو يعصبك أو ما تمشي الأمور مثل ما بدك ممكن شوي هيك تشعر ببعض التفكير أو الأمور الحادة اللي بتيجي من أوراق قانونية أو معاملات واللي عندهم امتحانات اليوم ممكن يعانوا من نوع من أنواع الصعوبة في الامتحانات فيدرسوا ويركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الأصدقاء تقريبا بيحمل جرعات جيدة ممكن للتراقي أو للتقارب ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن أن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو التواصل معهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء برضو جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بإما بالاتصال الثمينانع مريض أو عيادة مريض كزيارته أو زيارة مستشفى مرج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة إما بالسفر أو بالاتصالات أو بالتراقلات أو بأمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية تزداد رغبتكم في التقرب في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير بتكون خلال هذا اليوم بتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا يسهل من خلال هالحوار ممكن تفرح بخبر أو تجاوب معك يعني هاي الفترة تقريبا فيها إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء اليوم أحسن نفسيتك مرتاحة أكثر عندك ثقة بنفسك عالية حاب تنطلق بأكثر من اتجاه ما بعض برضو عندك إهتمام حتى بشكلك وبلبسك وبهندامك يعني ممكن تعمل قصة شعر ممكن تروح تغير ثيابك أو تشتري ثياب أو تلبس ثياب بشكل مميز أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية شوي بتحمل نوع من أنواع الضغوطات ولكن إنها ضغوطات علام صريف أو دفعات أو مسائل مالية بتكون مقلقة بالنسبة لإلك ولكن برضو بتحمل بعض الفرص اللي إلها علاقة ببعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو أمور إلها علاقة بنوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والتنقلات والاتصالات فممكن اليوم تنشط بحركتك أو بنقاشاتك مقنع بشكل كبير بتكون أهم إشي إنك أثناء القيادة تنتبه وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع برضو الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية أو التقارب العائلي خلال هذا اليوم بسمح يعني للقاءات العائلية أو المصالحات أو إنجاز بعض الأعمال اللي إلها علاقة بالعائلة أو إلها علاقة في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو جيدة بتدعمك عن المستوى العاطفي فابتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الأحبة وممكن يكون فيه لقاء أو الرغبة في الخروجة أو نزهة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء شوي ممكن يتراكم عندك العمل أو يكون العمل كثير مجهد خلال هذا اليوم تكثر بالاتصالات أو الحوارات أو ترتيب بعض الأعمال أو التسويق لعمل معين ولكن بالمقابل ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة يعني المالية والعاطفية بتحمل نوع من أنواع التأزيم فهي يعني بتخليك عصب المزاج أو ممكن حساس زيادة أو ممكن تزعل شريكك بالعاطفة أو بالعمل بسبب تصرفك أو انتقادك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابي ولا سلبي على مستوى هذا البيت أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الأجواء يعني فيها نوع من أنواع السلبية فعشان نقولك لا تغامر لا تندفع لا تخالف القوانين لا تدخل بأعمال مشبوهة ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات بابينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل خلال هذا اليوم عشان أمورك تصير جيدة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيحمل لك بعض اللقاءات أو الاهتمامات على مستوى بيت الصداقة إما يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو تواصل معهم إما لطلب المساعد منهم في مسألة معينة أو لمشهورتهم في مسألة معينة فالأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء متقلبة عشان هيك بقول لك ما تن يعني ما ترهق حالك كثير راقب غذائك وراقب صحتك بشكل جيد وفي نفس اللحظة اهتم بأدويتك إذا كنت من الأشخاص اللي بأخذوا الأدوية باستمرار برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية أهم مش أنك تسارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملات وأوراق اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريباً منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي إما بتشعر بالإرهاق أو التعب أو التوتر أو يعني هيك أشياء مقلقيتك كثير فممكن اليوم يكون مربك بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهذا بيجيب لك نوع من أنواع الدعم أو تحصيل بعض الأموال أو ممكن أنه تيجي من عمل إضافي أو أشياء إلها علاقة بالهبات والمساعدات والهدايا أشياء من هذا القبيل ولكن في ساعات المساء ممكن تكثر عندك الأمور اللي إلها علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو تظهر مسألة مالية تقلقك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريباً نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بالتنقلات والاتصالات والحوارات يعني بتنشط بشكل كبير خلال هذا اليوم وبرضو عندك سرعة بديهة عالية وعندك قدرة على الإقناع بشكل كبير أهم إش أنك ما ترهق حالك كثير وفي نفس اللحظة انتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء جيدة على مستوى البيت وهذا بيعملك نوع من أنواع التوافق أو التأقلم ما بينك وبين أفراد البيت فممكن اليوم يكون فيه اجتماع عائلي أو لقاء وممكن يكون أشياء لها علاقة في أمور يعني زي تصليحات أو ترتيبات أو أمور عقارية يعني أنك بدك تعمل تحسين على العقار أو على داخل البيت عندك أو على الديكور أو على الأثاث أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي أنه روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في ساعات تقريبا نحكي من الظهر للعصر ممكن يصير أمر معين مثلا جيد إيجابي يدعمك على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تمجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضه هذا بيفتح بعض المجالات لأما لترويج العمل أو الدخول في عمل جديد أو يوكل لك عمل مهم خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر ما بينك وبين الشريك أو ممكن تتحسس من تصرف الشريك خلال اليوم بكلمة أو تصرف أو سوء تفاهم مثلا شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج وشركاء العمل أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والاجتماعات وأمور السفر أمور التنقلات كلها هاي بتكون عندك إيجابية حتى على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات برضو بتكون لصالحك اللي عنده امتحان جامعي صحيح الأجواء إيجابية وبتدعمك ولكن برضو للإحتياط حاول إنك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك خلال هذا اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو ممكن يتوجه لك دعوة إما يعني مؤتمر حفلة مناسبة كبيرة دورة تدخل فيها خلال فترة هاي تقريبا الأجواء إيجابية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات الظهر ممكن تتلقى بعض الاتصالات الجيدة من بعض الأصدقاء أو اللقاءات اللي بتكون حميمية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية وممكن تراقب صحتك بشكل جيد وممكن تبدأ بنوع من أنواع الاهتمام الصحي زي رقابة الصحة أو أدوية أو مكملات أو أشياء من هذا القبيل برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجنب الانفعالات اللي بتخفي عدوات لا سيما مع الإدارات أو مع المسؤولين احذر من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك في الفترة هاي بتكون خاسر لأنه يعني ما عندك طاقة وكمان بالمقابل يعني القمر مقابلك مباشرة فعشان هيك بضعف من طاقتك فالأجواء ما رح تكون حليفة لإلك إذا أنت أسأت التصرف أما بالنسبة للبيت الأول فالنفسية تقريبا بشكل روتيني يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريبا بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني الوضع المالي ممكن اليوم يكون مربك بالالتزامات أو الدفعات أو القلق من مسألة مالية أو يعني تكثر عليك المصاريف أو المتطلبات المالية خلال هذا اليوم فيه منكو قلة طبعا على حسب الطالع تبعه ممكن تحصلوا بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها إيجابية كتنقلات واتصالات وحوارات نقاشات عندك سرعة بديها يعني كل الأمور جيدة فيه منكو رح يكون له اهتمامات مباشرة إما بالتلفونات أو بالإلكترونيات أو بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية يعني بتعمل أعمالك أو بتنشط بأمورك بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة عن المستوى العاطفي فهي شوي ممكن أنها تعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي أو أنك تفكر مثلا بخروج بنزهة أو تغيير جو خلال هذا اليوم وفيه منكو رح يكون له تعامل مباشر أو اهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة برضو بتدعمك بشكل جيد عن مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو في إلك بعض الاهتمامات بالشأن الصحي إما رقابة صحية أو بعض الأدوية اللي بتفيدك أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية توقعات بالنسبة للبيت الثامن ممكن تنشط على مستوى أمور إدارية أو بنكية أو مالية إلها علاقة بالبنوك أو بالمؤسسات المالية زي الضريبة تأمين إشي إلها علاقة بالنقاشات بالمواريث مثلا بالميراث أشياء من هذا النوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة في قلق إما على أحد الأشخاص خارج البلاد أو بيجيك خبر من خارج البلاد بيخلقك أو على مسألة قانونية أو أوراق قانونية ممكن تسبب لك بعض القلق فعشان هيك منقول لك دير بالك وما تغامر خلال هذا اليوم بأي شيء وما تهمل أي شيء فإذا عندك امتحان ركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور جيدة من الاتصالات والحوارات فبتنشط بالتواصل مع بعض الأصدقاء أو لقاءهم اليوم أو تلقي اتصالات منهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فهذا بسبب لك بعض التوترات أو الحدية بالطباع ممكن سوء تفاهم ممكن تشعر ببعض التعب فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهم الأدويتك إذا أنت من الأشخاص اللي بتأخذ أدوية باستمرار برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي ومن المستحسن إنه ما تبدأ بعمل جديد بالفترة هاي أهم شي إنك تباكر لعملك ما تتأخر عن عملك إذا أردت إنك أنت تنتج أو نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تطلق نتائج لجهودك السابقة وممكن تنطلق في مرحلة جديدة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء ضاغطة يعني عندك نوع اليوم من الحدية في الطباع أو يعني أفكار سودة بتدور في راسك ممكن زي الاكتئاب ممكن هيك شاعر بالملل أو الإحباط من بعض المسائل حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم للوساوس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة بتدعمك بقوة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اليوم اللي بتجيك من عمل إضافية أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات وبرضو حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث يعني بيحمل لك بعض النقاشات أو الحوارات اليوم أهم شيء أنك تخفف من عصبيتك ممكن تكثر عندك التنقلات والمشاوير أو التنقلات بالسيارة وفي منكم يعني أشخاص يعني بتنقسمه نصفين نصف مقنع في وجهات نظره وحواراته ونصف منكم بيكون صعب المزاج وبيخلط كل الأمور في بعض فعشان هيك ما بيقدر يوضح وجهة نظره فبتكون نقاشاته ضعيفة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى البيت ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى بيت الخامس تقريبا الأجواء جيدة على المستوى العاطفي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب وبرضو ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم بشكل كبير وبدعمك الحظ في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة ما بينك وبين الشريك فاليوم ممكن يصير تقارب واضح ما بينك وبين الشريك شريك العمل أو شريك المال أو شريك العاطفي زي الأزواج فممكن اليوم تحمل مصالحة أو تقارب أو لقاء عاطفي جيد ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن بعض الاتصالات يعني روتينية ببنوك أو مؤسسات بنكية ضريبة أوراق معاملات أشياء زي هيك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة أو بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو تعامل مع مؤسسات تعليمية في منك اليوم اللي عنده امتحان جامعي يعني ممكن إنه يدن بشكل جيد ولكن إذا استعد ودرس بيكون أفضل من النتيجة اللي أنا شايفها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد مقنع ممكن يكون لك بعض الأشياء اللي تعزز من سمعتك أو ترفع من قدرك اجتماعيا كإنجاز بعض الأعمال أو تعامل مع بعض الأشخاص اللي لهم مكانة معينة وفي المقابل ممكن يكون لك تعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء ضاغطة بيسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية بالطباع أو التقلب بالمزاج خلال هذا اليوم أو تتحسس من تصرف صديق معين إلك يحاول يفرض رأيه أو يدخل في شؤون حياتك أو يعني يعمل شيء فأنت هذا الشيء يزعجك حاول إنك تتمالك أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتنجز أعمالك بشكل روتيني وفي نفس اللحظة اهتمامك بصحتك بشكل روتيني برج الجدي طبعا الآن القمر صار موجود في البيت الخامس عندكم فهاي من أفضل الفترات بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني أهمش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن ما تسمح للشؤون الصحية أو الشخصية بالتأثير عليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء قوية ودعمة إليك نفسيتك أحسن ثقتك بنفسك أحسن عندك نشاط عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء برضو جيدة على المستوى المالي بتجيب لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المستردات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة برضو على مستوى الاتصالات والحوارات وعلى مستوى النقاشات والتنقلات على مستوى السيارة التليفون كلها هاي أجواء إيجابية بتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فعى مستوى البيت الأجواء روتينية فما فيها لا إيجابي ولا سلبي تتعامل على مستوى البيت حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء برضو على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال أو اليوم يكون عندك مجال للتسويق لعمل معين أو مثلا بتحاول أنك تبحث عن عمل معين في خلال الفترة هاي فبكون إيجابي لإلك بشكل قوي برضو اللي بينتظر فحص معين أو عنده فحص عن طبيب أو أدوية فاليوم برضو نتائج إيجابية لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما بينك وبين الشريك شوي فيها نوع من أنواع الحدية تحدث بعض التوترات أو الاستفزازات أو ممكن سوء التفاهم ما بينك وبين شريك العمل أو العاطفة يعني ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه جيدة حتى على مستوى الأمور البنكية أو المعاملات المالية أو حتى أمور النقاش في أمور مواريث أو حتى أمور العلاقة بالقروض أو الديون أو المؤسسات المالية زي البنوك الضريبة تأمين كلها هاي بتكون إيجابية لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد وبيدعمك بقوة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأمور الدراسية أو العلمية أو البحثية أو النقاش العلمي أو مناقشة رسالة مثلا امتحانات جامعية أمور السفر تنقلات كلها هاي برضو بتدعمك اليوم بشكل قوي وبتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بقولك عن بيت السمعة هو روتيني ولكن أنه بحمل في ساعات من الظهر للعصر يعني هيك تشعر بالرغبة أنك حابب تغير فبدك تغامر بدك تدخل في مجازفات ما بنصحك فيها نهائيا لأنه هاي الأشياء ممكن يكون لها عواقب بتشويه السمعة وبرضو ما تدخل بأي خلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء حادة فعشان هيك ما تجهد حالك كثير بالعمل ما تخلي الأعمال تكون يعني تشوف عندك شوية نشاط تستغلها فترهق حالك زيادة فتصير عندك أعباء راقب تعبك راقب راحتك راقب غذائك في نفس اللحظة إذا من الأشخاص اللي بتأخذ أدوية برضو اهتم بأدويتك وما تهملها برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل العائلة أو بمسألة العلاقة بالعائلة أهم شيء ما تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات ما تضخم الأمور يعني اليوم ممكن تبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما ممكن الفترة هاي يعني يكون فيها إما أمور إلها علاقة بارتباط معين أو بوعكة صحية معينة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف المستوى النفسي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي اليوم يعني على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى المالي فكثير من موليد برج الدلو اليوم ممكن يحصلوا أموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات ولكن أهم شيء إنهم يقللوا من مصاريفهم أما بالنسبة للبيت الثالث يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية يعني حركاتك واتصالاتك حواراتك كلها بشكل روتيني ما عندك يعني الرغبة الكبيرة للإتصالات ولكن إن حدثت الإتصالات فأنت جاهز لها وفي نفس اللحظة إن دخلت بنقاشات أنت عندك القدرة على الإقناع والكفة بتميل لإلك أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني ممكن تعمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن يعني تكون لك بعض الاهتمامات بأحد الأبناء ممكن اهتمام بخروج أو تغيير جو أو نوع من أنواع النزوات حابب إنك أنت تكسر القواعد شوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة فممكن اليوم تروج لعمل ما مثلا وفي المقابلة بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وبرضو اهتم بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو جيد بيعمل نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم خصوصا شريك المال أو العمل أو شريكك يعني الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن يعني ممكن تنشط ببعض الأمور المالية اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنوك أو ضريبة أو تأمين أو ممكن قروض أو مسألة إلها علاقة بجدولة بعض الحسابات أو ترتيب بعض الدفعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط بشكل سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك اليوم أو يوترك برضو ممكن أنه تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات القانونية اليوم شوي يكون فيها نوع من أنواع الإرباك اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد واللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا أوراقهم ومعاملاتهم وإغراضهم بشكل جيد خوفا من النسيان أو بعض الخربطة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى العمل أو زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينكم ممكن تنجز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء ما زالت أحد فهاي بتزعجك من تصرف صديق أو معرفة أو ممكن أنه يدخل في شؤون حياتك أو مثلا أنه تلجأ له في مسألة معينة فهو يردك خائب أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال بشكل جيد عندك سرعة بديهة عالية اهتمام عالي بالغذاء وبرضو بالتهام الطعام وبرضو في أمور إلها علاقة بالأدوية وممكن عيادة مريض أو زيارة مريض برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة أو السفر أو الاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار بتتمتع بدينماكية وحماسة عالية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا جيد اليوم نفسيتك أحسن تقريبا في نوع من أنواع الاستقرار الفكري عندك حابب تعمل نوع من أنواع التغيير فممكن أنك تعمل تغيير في قصة شعر أو اهتمام في أمور إلها علاقة بالهندام أو باللباس أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي شوي ممكن تظهر بعض المسائل المالية يعني تكون مربكة شوي يا إما مصاريف زيادة يا إما ديون والتزامات يا إما قلق بمن مسألة مالية معينة جزء من موليد برج الحوت ممكن يحصلوا بعض الأموال اللي بتجيهم من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن من ساعة الظهر هيك يكون فيه نوع من أنواع اللقاء أو التعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وممكن إنجاز بعض المهام المنزلية أو العائلية زي شراء أغراض مثلا أو الاهتمام بأثاث أو ديكور أو تزبيطات تصلحات أشياء من هذا النوع أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة برضو على المستوى العاطفي وخاصة من ساعات الصباح تعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء وممكن اليوم تفكر في نوع من أنواع التغيير إما بالخروج أو تغيير نفسي أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا ممكن تحمل لك بعض الأعمال أو الضغط ببعض الأعمال اللي تتراكم عليك الأعمال فما تحمل أكثر من عمل مع بعض حاول أنك تركز على مهمة وحدي وفي نفس اللحظة بدك تراقب بعض الأمور الصحية ممكن أو من المحتمل يكون لبعضكم مراجعات طبية أو مراجع الطبيب أو الاهتمامات بأدوية أو شؤون طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في نفس اللحظة ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بين شريك المال أو شريك العاطفة فاليوم يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو الاتفاق على مسألة مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على المستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تظهر بعض المسائل المالية كديون أو قروض أو مطالبات مالية أو ممكن تفقد بعض الأموال اللي إليك أو مقتنياتك وممكن برضو أنك تكون يعني بتحاول أنك تطلب نوع من أنواع المساعدات ولكن تبوء اليوم بالفشل أما بالنسبة للبيت التاسع يعني تقريبا الأجواء الروتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وعلى مستوى الدراسة والامتحانات وعلى مستوى الأوراق القانونية والمعاملات فهي روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك على مستوى السمعة وفي نفس اللحظة بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل فممكن تندس بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيحمل كثير من النشاطات أو الحوارات أو الاتصالات مع بعض الأصدقاء أو التعاون ما بينك وبينهم ممكن يحمل لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو للقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء برضو جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية زي أمور يعني مثلا تجميلية أو أمور إلها علاقة بأدوية أو صرف أدوية إذا أنت من الأشخاص اللي بتأخذ أدوية باستمرار أهم إشي إنه إذا كان في أمور إلها علاقة بالصحة حدث الطارية ما تتأخر عليها حاول أنك تراجع طبيبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً لكم عرف جزء حسناً يشكراً لكم طبيب favourite جزء جزء طبيب ترجمة نانسي قنقر